بين هذه اللوحات الزراعية والطبيعة الجبلية في وادي الضم بولاية عبري تباشر خديق البحر في استخراج أنواع متعددة من الزيوت النباتية من البيئة المحلية مستعينة بتقنيات الانتاج الحديثة وذلك ضمن مشاريع المرأة الريفية التي تشرف عليها وزارة الثروة الزراعية والسماكية وموارد المياه بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة بدأت هذا المشروع تقريباً من 2019 وبعدها الحمد لله بدأت شوية شوية أتطور كان في البداية مكينة بسيطة صغيرة لكن مع الأيام بدأت تتعب بشكل كبير بعدها بدأت أطور اشتريت المكينة الثانية والحمد لله نلت على شرف من قبل الأخوات في دائرة الزراعة اهتمام كبير حصلت على مكينة وبعض الأغراب والعلاب وكذا ما دائماً مستمرين في دعمنا هذا المنتج جداً جداً ساعدني في أن نكون إمرأة قادرة على الإنتاج في هذه المنطقة وعندنا كثير من المنتجات قائمة كبيرة بعضها أحضرها بنفسي وبعضها أعصرها وحتى بعدها بدأت أدخل زيوت في منتجات خاصة من إنتاجنا المشروع يندرق من بين حزمة من المشاريع التي تنفذها المديرية العامة الثروة الزراعية وموارد المياه بالظاهرة ولجنة التنمية الاجتماعية بعبري وبتمويل من شركة تنمية نفط عمان والتي منها الصناعات المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية ومنتجات التمور والألبان واللحوم والتربية نحل العسل وصناعة الزيوت النباتية والبيوت الزراعية المحمية تم الدعم لعدد 31 مستفيدة لتسع مشاريع المقالات التي شملها مشروع دعم وتسويق المنتجات الزراعية للمرأة الريفية بولاية عبري في عدة مقالات في المقال الحيواني شمل على التوزيع بما يخص الدواجن وما يخص الأبقار وكذلك في القطاع الزراعي شمل توزيع مستلزمات نحن العسل وكذلك في استخلاص الزيوت ومنها مقالات عدة أخرى تم دعم النساء بالعديد بالبرامج والخدمات التي من شأنها تحسين مهاراتهم الانتاجية وتحسين مستوى دخل الأسرة وكذلك نبرز الانتاج المحلي في الأسواق وتعمل هذه المشاريع إلى تحسين جودة المنتج وزيادة الكفاءة واستخدام الألات المتطورة لتعظيم الفائدة وإيجاد مصدر دخل ثابت للمرأة والأسرة بوجه العموم وتمثل هذه المشاريع خطوة مهمة تحوى تعزيز دور المرأة التريفية في المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة في الأمن الغذائي محمد بن سعد العلوي محافظة الظاهرة